أقامت الكنيسة المارونية في كل من بيت لحم عمان احتفالات بمناسبة عيد القديس شربل ومرور 25 عاما على تأسيس الرعية في عمان اجتملت الاحتفالات على قداديس وصلوات وأمسيات استذكر فيها المؤمنون فضائل ومعجزات القديس شربل تفاصيل أوفة في سياق التقرير التالي بمناسبة عيد القديس شربل ترأس غبطة البطريارك بير باتيستا بيت سابالا بطريارك القدس للاتين قداسا احتفاليا في كنيسة بيت لحم المارونية بحضور عدد من الآباء الكهنات والراهبات والوجهاء وحشد من المؤمنين وقال غبطة البطريارك في عظته لم يفعل مار شربل شيئا في حياته ولم يبني مدارس أو مستشفيات جلس أمام الله فقط وبعد عدة سنوات أثر ما فعله بشكل ملموس في حياة الكثير من الناس واليوم وبعد تجديد الكنيسة والدير نقلت دخائر مار شربل إلى داخل الكنيسة حيث تحوي ساحتها الخارجية معرضا صغيرا يروي بعضا من معجزات الشفاء التي تمت بشفاعة القديس شربل وعلى يديه وفي ختام القداس أقيم حفل استقبال في قاعة الكنيسة وفي العاصمة الأردنية وبالتزامن مع عيد شفيعها أقامت رعية مار شربل بعمان مجموعة نشطات طالت الأطفال والشبيبة والجماعات الرسولية وأهل الرعية وتضمنت النشطات إقامة قداس احتفالي بمناسبة مرور خمسة وعشرين عاما على تأسيس الرعية في عمان حيث ترأس القداس راعي الكنيسة المارونية في الأردن المونسينيور الأب جوزيف سويد بحضور كل من السفير اللبناني في الأردن يوسف رجي والوزير الأسبق سامي هلسة والنائب مجدي يعقوب وعدد من الأباء الكهنة والشخصيات الرسمية وأخوية مار شربل وعائلات الرعية وقد رفعت الصلاة على نية السلام والأمان في المملكة والعالم أجمع كما التقى الأب جوزيف سويد وفدا من الأردن ولبنان وسوريا والعراق وفلسطين ومصر وذلك في كنيسة مار شربل بعمان وقد دار الحوار حول أهمية وجود المسيحيين في الشرق ثم شارك الحاضرون بصلاة الصبحة الوردية بعدها ألقت السيدة ميرنا الأخرس شهادة حياة عن ظهورات السيدة الصوفانية لها سعيدة كتير بس كلمة صغيرة بدي أقول أنه ما ننسى الجوهر يعني نحن زرنا الأماكن معدسة يلي غطس بالماء يلي باس الحجر يلي تصور حد العمود يلي بسط بالفسي فساء كتير هاي علامات إشارات حلوة بتحيي الإيمان فينا بس ما هدا اللي بيهمه ربنا يلي بيهمه أكتر ما أني بوس حجر وتصور حد عمود بيهم أنه أحده نخيل إنسان أو أعمل أعمل خير مع خيه هدا اللي بيهمه ربنا يعني فلي بدي أدعيه أنه أنه نكون هيك شهود لحب الله بحياتنا نكون رسول لألوه وين ما رحنا هلأ نحن أخذنا هون زوادي كلنا مع بعضنا من أبونا جوزيف سويد أعطانا زوادي كتير حلوة تنامشي فيها فنتمنى أنه نحمل هالكلمة ونكون شهود لربنا وين ما رحنا كما أحيت الرعية بهذه المناسبة الصلواتي وأمسية ترانيم مارونية بيزنطية بقيادة الدكتور حسام حداد كما احتفل الأب جوزيف سويد بالذبيحة الإلهية مع سيادة المطران جمال دعيبس متران اللاتين في الأردن وفي عظة القدس تحدث الأب سويد عن القديس شربل وعن حياته التي امتلأت بالفرح والتعزية لقربه من الله مشددا على أهمية الصلاة التي تعتبر الطريقة الصحيحة نحو القدسة أول شيء لأول مرة يمكن بحياتي بعد 24 سنة 25 سنة كهنوت بتلاقي بأخوي من فلسطين، سوريا، العراق، مصر، لبنان وكل الشرق والأردن أكيد فهذا الشيء خلق أنه لقائنا اليوم لقاء بذكرني بهالأيم أجمل أن يجتمع الأخوة تحت صقف واحد الأرض تهلل هو سماء وتبارك إحدى اللي جايين من الأراضي المقدسة إجت لتصلي عن مر شربل حطت إيدها على الصورة وحست أنه دقات قلبه عم بدقه هلأ هي بحالي يمكن من الظهول والفرح والبكاء تقول أنه صح مرات حتى ولو كان هيدا اختبار صغير نعم هيك كان دقات قلبنا هيك دقات قلبه لمر شربل بس يشوف هالجماعة الحلوة حوالها 250-300 شخص بالساحة وبالكنيسة إجوتي يقولوا نعم للوحدة، نعم للحب، نعم لأنه نكون شعب واحد تحت قبة سماء واحدة مع إله واحد كلنا وقتل بدنا نرفع إيدينا منصرخ له أبانا بشفاعة كمامر شربل اللي نحنا كل نيتنا القدس في عنده زبطت الأمور وقدرنا جينا وتسهلت أمورنا حتى قدرنا وصلنا لنشارك معهم بهالإديس على هالنية ومن هون بنطلق وبقول هاي دي مشيئة ربنا وهي إرادة ربنا لحتى نكون عم نصلمة وعم نبشر بالوحدة وأنا بشكركم كتير وبشكر أهل عمان والأبونا وكل يلي شاركوا معنا بهالزبيحة الإلهية أنه نكون على طول إيد واحدة وقلب واحد مثل ما يسوع بده هموا إخواننا اللي زارونا أبدوا ارتياح واسع للتأخي المتواء الموجود داخل بلد الأردن ارتياحهم للمواقع السياحية الدينية خاصة منطقة المغطس منطقة مادبة منطقة مار شربل اللي منشكر أبونا جزيف سويد على استضافته لهذه المجموعات ومساعدته للمجموعاتنا أدام الله الأردن دائما بلد المضياف أدامه الله دائما ذقرا لكل إخواننا العرب وملجأا لكل الإخوان العرب والله يخلينا سيدنا أبو حسين دائما وشكرا للنورسات اللي دائما ما في أي حدث إلا بتغطيه ما في حدث كبير أو صغير إلا كانت النورسات موجودة وبتنقل حتى أصبحت هذه المحطة هي محطة تحية في قلوبنا زيارتنا كانت طبعا تشمل الأراضي المقدسة كلها زرنا مقتص النهر الأردن تجددنا عمادنا بالمسيح بالصلوات أو بنزولنا إلى الماء كمان كملنا زيارتنا لجبل نيبو نزرنا كمان كنيسة عنجرة عند سيدة الإله كملنا بالزيارة لكنيسة مارجريس الموجودة بمادبة واليوم خطبناها بكنيسة مارشاربيل بليلة عيد مارشاربيل نحن موجودين حتى نحصل على بركة أكتر من وحدة وهو يزجد لنا ويطلب لنا من أجل رسالة الوحدة عند يسوع وأمنا مريم وفي ختام الاحتفالات دعا المجلس الرعوي ولجنة الوقف جميع الحاضرين إلى لقاء فرح وصحرة لبنانية أحياها مجموعة من المطربين